ومن الخرطوم ينضم إلينا مرسلنا أحمد العربي أحمد علمنا من بعض المصادر أن الموضوعات المؤجلة اليوم هي الموضوعات الأكثر جدلا بين الجانبين وهي مسألة دمج الحركات المسلحة ما هو المتداول بشأن الجلسة إجمالا وبشأن هذا العنوان تحديدا أحمد نعم داليا هي ملفات تتعلق بيات ترتيبات الأمنية ووضعية جيوش الحركات المختلفة وكيفية دمجها في القوات المسلحة وأيضا وضعية هؤلاء المقاتلين مستقبلا الحكومة لوحد بأنها شبه متفقة مع وضعية هذه الحركات ومع دمجها في الجيش السوداني لكن هناك مزيد من النقاشات التي تجري الآن يعني منذ هذا الصباح بدأت جلسة تجمع الحكومة السودانية في شقين شقة ترتيبات الأمنية وأيضا الملفات القومية طبعا الملفات القومية تجاوزت فيها الحكومة 90% مع الجبهة الثورية مسار دارفور وتبقت فقط 10% تتعلق بالععدال الاجتماعية ومصفوفة تنفيذ الاتفاق لكن أيضا في الشقة الآخر يظل ملف الترتيبات الأمنية والذي يتعلق بوضعية الجيوش وترتيبها بالإضافة إلى التنسيب هؤلاء إلى القوات المسلحة وجيش وطن موحد كما نصت عليه الوثيقة الدستورية يحتاج إلى مزيد من النقاشات يعني جل هذه الحركات تمتلك جيوش على الأرض وتمتلك أفراد مسلحين لذلك هناك ترتيبات ربما فنية تتعلق بالقوات المسلحة يجب أن تناقش بشيء من التفصيل نعم داليا طيب وهل الأمور باتجاه أنه اليوم سيشهد توقيع نهائي على هذه الأمور العالقة أحمد بالأمس أكد مجلس السيادة أنه بتجاوز 90% ينتقل إلى مربع آخر وهو موضوع كيفية تنفيذ الاتفاق وبصوفة الاتفاق والجدول الزمن للاتفاق أما الترتيبات الأمنية كما ذكر المجلس السيادة أنه يعني ما زال النقاش مستمر ربما اليوم يحرز التقدم في هذا الملف وربما تقدم كبير لكن موضوع أن يكون اليوم هو اليوم الختام للنقاش أو لإتمام التداول والتفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية ربما يكون سابق لاوانه ربما في الأيام القادمة قبيل الموعد المضروب لموضوع الاتفاق النهائي ما بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بالتحديد في العشرين من يونيو من هذا الشهر شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مرسلنا من الخرطوم أحمد العربي